يصادف اليوم العشرين من شهر نوفمبر اليوم العالمي لحقوق الطفل وهو مناسبة تهتم بها الدول وجميع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وحماية مكتسبات نعم الكويت حققت إنجازات ملموسة في اتجاه الحفاظ على الأطفال وتحقيق الرفاهية لهم وضمان حقوقهم قبل خمس وعشرين عاما تعهد العالم بحماية الطفل من الاستغلال وتوفير حياة كريمة له واليوم يجدد العالم هذا الالتزام تجاه الطفل والعمل على تأمين حقوقه والكويت التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 دون تحفظات أو شروط تؤكد التزامها وأكثر بتلك الاتفاقية من فترة يعني 1991 وقعت على الاتفاقية دون شروط دون تحفظات وهذا يدل على اهتمام بالغ من دولة الكويت بهذا الجانب أو بهذه الفئة أطفال أنا أعتبر أنه أكبر خدمة في الحياة أن نشتغلين مستقبل الإنسان وبناء مستقبل الإنسان لا يبدي في مراحل متأخرة إنما يبدي في مراحل مبكرة وحتى هذا الإنسان يهتم بمستقبله يجب أن يكون حياته طبيعية وآمنة ومستقرة في هذا اليوم يحيي الأطفال هذه الذكرى بالضحكات والرسومات في فعاليات بهذه المناسبة ويسعى الكبار إلى توفير كافة سبل الراحة لهم والعمل على تأمين مستقبلهم العالم قطع الشوطن في مجال حقوق الطفل إلا أن الطريقة ما زال طويلاً فالعديد من أطفال العالم يعاني من الجوع والفقر والعمالة فضلاً عن تعرضه للانتهاكات بسبب الحروب